لم تكن العلاقات الكويتية العمانية وليدة الامس القريب بل تضرب بجذورها عميقا الى تاريخ نشأة البلدين ووجود شعبيهما لاسيما فيما يتصل بالعلاقات التجارية البحرية كما تجمع بينهما اواصر كثيرة اهمها اللغة والدين والتاريخ والصلاة العائلية فضلا عن المصير المشترك وترتبط الكويت وسلطنة عمان التي شيعت قائد نهضتها الحديثة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه بعلاقات سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وسياحية تتميز بتطور دائم نتيجة توجيهات قيادتي البلدين وحرصهما على تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات وتجلت مواقف السلطان قابوس والشعب العماني الشقيق اتجاه الكويت بابهى صورها خلال محنة غزو النظام العراقي عام تسعين فلن ينسى الكويتيون الموقف الاصيل من السلطنة قيادة وشعبا عندما احتضنت عددا كبيرا من المواطنين الكويتيين ومساهمات بتوجيهات من السلطان الراحل في حرب تحرير الكويت وعلى الصعيد السياسي شهدت العقود الثلاثة الماضية تطورا مطردا في العلاقات الثنائية وتعزيزا للصلاة التاريخية وتعاونا مشتركا في القضايا الاقليمية والعالمية وتوجت ذلك كله الزيارات المتبادلة التي كانت تقوم بها قيادات البلدين الشقيقين على جميع الاصعيدة والمستويات وذلك في اطار التشاور والتنسيق بين البلدين حيال مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الثنائي ولم تتوقف الزيارات بين البلدين على التي قام بها المسؤولون الرسميون اذ شهد البلدان زيارات متبادلة لاعضاء المجالس النيابية طوال العقود الماضية الامر الذي اسهم في تعزيز الاواصر بين الشعبين الكويتي والعماني اشتركوا في القناة